يظهر هنا تساؤل حول كيفية فحص هذه الذمام المالية ومراجعتها وآلية عمل اللجان التي أقر القانون أن يجب أن تكون هكذا اللجان تفحص هذه الذمام المالية هل تم إطلاع المجتمع عليها؟ هل تم إبلاع وإفساح المجال والإفساح عن آلية عمل هذه اللجان؟ حتى على الأقل نقول هناك في تقدير معين طيب هل هناك من هل 91% من قياداتنا المحترمين المبجرين ما في واحد فيهم يتم رفع رد فلاك عليه؟ 91% طبعا نتكلم عن 14 ألف تقريباً رقم كبير ما أحد فيهم عليه ولا شيء؟ ما شاء الله طيب لماذا لا كناك في شفافية في توضيح دور لجان الفحص وهلية عملها؟ وفي نفس الوقت الـ 9% لحين رح يتحاسبون ولا لا؟ مجرد السؤال مجرد السؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة